أخ جاك قبل ما أنا عارفك أنت إنسان مشغول بمئة ألف شيء بس في الختام لو يعني أي المطلوب منه إحنا كل اللي بشاهد هذه الحلقة يعني إذا بشكل عملي كيف فينا نساعد يعني بجانب الصلاة والدعاء للرب حتى يجيب سلامه وسلامه العادل لهذه الأرض وللشعبنا أي إنسان في مقدوره حتى يساعد لو بيقدر يساعد مادياً أو لو على الأقل يحكي عن الوضع الموجود أنا معاك إنه سهل جداً الواحد يأخذ جوانب يقول اليهود لازم يقتلوا المسلمين والمسلمين لازم يقتلوا اليهود والطاصي كيف يقولوا يعني سوري بالعرب اللي عندنا بنحكيه الطاصي ضايعة لأنه الموضوع كتير أكتر من شربك من هيك الموضوع معقد كتير أكتر من هيك لكن علينا كبشر نتطلع على البشرية على الإنسانية ونشوف الناس اللي محتاجين هذه المحبة ونوجهنهم هذه المحبة لأنه في كل مكان في ناس عطلين وفي ناس سيئين وفي ناس أشرار لكن في ناس كمان بيفتشوا على البر وعالحق هدول الناس اللي من نوقف معاهم بغض النظر عن خلفيتهم فنوقف مع المظلوم وأنا بفكر وقفتنا مع المظلوم من خلال الصلاة من خلال المساعدة والمساندة بيقدروا يبعثوا لألكم أنتوا مثلاً خدمة نور لجميع الأمم وأنتوا طبعاً يعني بشراكة معنا ومنقدروا نوصل للناس المحتاجين الموجودين بين الشعب الفلسطيني أمين 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 كان معنا القصة الدكتور جاك سارة مدير كلية الكتاب المقدس في بيت لحم في فلسطين ومثل ما اسمعتوا أنه إذا أي شخص يحب يساعد على فكرة فيك تفوتوا على الصفحة نور لجميع الأمم في خاني اللي فيك تساعده لما تساعد من فضلك حطها لخدمة بيت لحم من فضلك ربنا يباركك أخجاك وإحنا منصلي من أجلك وقلوبنا معك ومنحبك جداً وهي بلادنا إحنا منصلي من أجل السلام ربنا يباركك وشكراً كتير لألك شكراً كتير